فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله عليكم قال رحمه الله والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم اليهود أشد الناس تساهلا في أحكام الله سبحانه وتعالى والتفريط فيها حتى إنهم يحتالون على أكل الرباء ويحتالون على كما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا عليه بالشباك وأمسكوه بالشباك وأخذوه يوم الأحد فهم أهل الحيل على محارم الله عز وجل والتخلص من الدين ويشبههم من هذه الأمة من يفعل هذه الأفعال للتخلص من الأحكام الشرعية بالحيل والعياذ بالله وكذلك النصارى من سمتهم الغلو والزيادة على عكس ما عليه اليهود الغلو والزيادة ومن ذلك الرهبانية التي ابتدعوها والغلو في المسيح عليه السلام حتى إن الله نهاهم بقوله يا أهل الكتاب هذا يراد به النصارى لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وليس هو إلها كما تقولون وليس هو ابن الله ولا ثالثة ثلاثة